حدثنا عبد الرزاق أنباءنا سفيانو عن ثور بن يزيد عن نصر عن رجل عن عتبة بن عبد السلمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف أغناب الخيل وأعرافها ونواصيها وقال أغنابها مذابها وأعرافها ادفعها ونواصيها معقود بها الخير إلى يوم القيامة حسن إسماعيل بن عمر وحسن بن موسى قال حدثنا حريز عن شرحبيل بن شفعة الرحبي قال سمعت عتبة بن عبد السلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يموت وقال حسن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلمين يتوفى له ثلاثة من الولدي لم يبلغوا الحنثة إلا تلقاه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخله حسن عبد الله بن الحريث حدثني ثور بن يزيد عن نصر عن رجل من بني سليمين عن عتبة بن عبد السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جز أعراف الخيل ونتفي أذنابها وجز نواصيها وقال أما أذنابها فإنها مذابها وأما أعرافها فإنها أدفأها وأما نواصيها فإن الخيل معقود فيها حسن عصام بن خالد حدثنا أبو عبد الله الحسن بن أيوب حدثني عبد الله بن نسج الحضرمي قال حدثني عتبة بن عبد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال فرمي رجل من أصحابه بسهمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب هذا وقال حين أمرهم بالقتال إذن يا رسول الله لا نقول كما قالت بني إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما من المقاتلين حسن علي بن بحر حدثنا هشام بن يوسف حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عامري بن زيد البكلي أنه سمع عطبة بن عبد السلمي يقول جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحوض وذكر الجنة ثم قال الأعرابي فيها فاكهة قال نعم وفيها شجرة تضع طوب فذكر شيئا لا أدري ما هو قال أي شجر أرض لا تشبه قال ليست تشبه شيئا من شجر أرضك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتيت الشام فقال لا قال تشبه شجرة بالشام تضع الجوزة تنبت على ساق واحد وينفرش أعلاها قال ما عظم أصلها قال قال لو ارتحلت جذعة من أبي لأهل كما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتتها هرما قال فيها عناب قال نعم قال فما عظم العنقود قال مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يعثر قال فما عظم الحبة قال هل ذبح أبوك تيسا من غنمه قط عظيما قال نعم قال فسلخ إهابه فأعطاه أمك قال اتخذي لنا منه دلوا قال نعم قال الأعرابي فإن تلك الحبة لا تشبعني وأهل بيتي قال نعم وعامة عشيرتك حثنا علي بن بحر حدثنا بقية بن الوليد حدثني نصر بن علقمة قال حدثني رجل من بني سليمين عن عتبة بن عبد السلمي قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقص نواصي الخيل فإن فيها البركة ولا تجز أعرافها فإنه إدفاؤها ولا تقص أغنابها فإنها مذابها حثنا أبو النضري هاشم بن القاصم قال حدثنا حريز عن شرحبيل ابن شفعة قال سمعت عتبة بن عبد السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يموت له ثلاثة من الولدي لم يبلغ الحنثة إلا تلقته من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل حدثنا هشام بن سعيد حدثنا حسن بن أيوب الحضرامي حدثني عبد الله بن نسج الحضرامي وكان قد أدرك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فمن دونهما عن عتبة بن عبد السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قموا فقاتلوا قالوا نعم يا رسول الله ولا نقول كما قالت بن إسرائيل لموسى عليه السلام انطلق أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون ولكن انطلق أنت وربك يا محمد فقاتل وإنا معكم نقاتل حدثنا هشام بن سعيد حدثنا الحسن بن أيوب الحضرامي قال حدثنا عبد الله بن نسج الحضرامي عن عتبة بن عبد السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قموا فقاتلوا قال حدثنا حيوة بن شريح حدثني بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عتبة بن عبد أنه قال أن رجلا قال يا رسول الله العن أهل اليمن فإنهم شديد بأسهم كثير عددهم حصينة حصونهم فقال له ثم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعجميين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مروا بكم يسوقون نساءهم يحملون أبناءهم على عواتقهم فإنه مني وأنا منهم حدثنا حيوة ويزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن عمر السلمي عن عتبة بن عبد السلمي أنه حدثهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف كان أول شأنك يا رسول الله قال كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر فانطلقت أنا وابن لها في بهمين لنا ولم نأخذ معنا زادا فقلت يا أخي اذهب فأتينا بي زاد من عندي أمنا فانطلق أخي ومكثت عند البهم فأقبل الطيران أبيضان كأنهما نسران فقال أحدهما لصاحبه أهوهو قال نعم فأقبلا يبتدران فأخذان فبطحان إلى القفى فشق بطني ثم استخرج قلبي فشقه فأخرج فأخرج منه علاقتين سودوين فقال أحدهما لصاحبه قال يزيد في حديثه ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي ثم قال ائتني بالسكينة فذرها في قلبي ثم قال أحدهما لصاحبه حصه فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة وقال حيوة في حديثه حصه فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة فقال أحدهما لصاحبه جعله في كفة وجعل ألفا من أمته في كفة فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم ثم انطلق وتركاني وفرقت فرقا شديدا ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته فأشفقت علي علي أن يكون ألبس بي قالت أعيذك بالله فرحلت بعيرا لها فجعلتني وقال يزيد فحملتني على الرحل وركبت خلف حتى بلغنا إلى أمي فقالت أو أديت آمانتي وذمتي وحدثتها بالذي لقيته فلم يرع هذلك فقالت إني رأيت خرج مني نورا أضاءت منه قصور الشام حتنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثني بحير بن سعد عن خالدي بن معدانة عن عتبة بن عبد قال إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أن رجلا يجر على وجهه من يومي ولدها إلى يومي متهرما في مرضات الله عز وجل لا حقره يوم القيامة حنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك حدثنا ثور بن يزيدة عن خالدي بن معدانة عن جبير بن نوفير عن محمد بن أبي عميرة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن عبدا خر على وجهه من يومي ولدها إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره ذلك اليوم ولا ودع أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب حثن الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عتبة بن عبد السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون فيقول أصحاب الطاعون نحن شهداء فيقالوا انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك فهم شهداء فيجدونهم كذلك حثن علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ثور بن يزيد حدثني أبو حميد الرعيني قال أخبرني يزيد ذو مصر قال أتيت عطبة بن عبد السلمي فقلت يا أبا الوليدي أني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فما تقول قال ألا جئتني بها قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني قال نعم إنك تشك ولا أشك إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عن المصفرة والمستأصلة قرنها من أصلها والبخقاء والمشيعة والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها والمستأصلة قرنها من أصله والبخقاء التي تبخق عينها والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا وعجزا والكسراء التي لا تنقق على أبي أبي وحدثني أحمد بن جناب حدثنا عيسى بن يونس فذكر نحوه حثن الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن كثير بن مرة عن عتبة بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في قريش والحكم في الأنصار والدعوة في الحبشة والهجرة في المسلمين والمهاجرين بعد حثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثنا محمد بن زياد أو حدثني من سمعه قال حدثني يزيد بن زيد الجوز جاني قال رحت إلى المسجد فلقيني عتبة بن عبد المازني فقال لي أين تريد فقلت إلى المسجد فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يخرج من بيته إلى غدو أو رواح إلى المسجد إلا كانت خطاه خطوة كفارة وخطوة درجة دثنا هيثم بن خارجة أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك السلمي عن لقمنا بن عامر الوصبي عن عتبة بن عبد السلمي قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين فلقد رأيتني ألبسهما وأنا من أكسى أصحابي حثنا معاوية بن عمر قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزارية عن صفوان يعني ابن عمر عن أبي المثنى عن عتبة بن عبد السلمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل ثلاثة رجل مؤمن قاتل بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل فذلك الشهيد المفتخر في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة ورجل مؤمن قرف على نفسه من الله ذنوبه والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل محي الذنوبه وخطاياه إن السيف محاء الخطايا وأدخل من أي أبواب الجنة شاء فإن لها ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل أفضل من بعض ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله حتى يقتل فإن ذلك في النار السيف لا يمحو النفاق حدثنا يعمر بن بشر حدثنا عبد الله أخبرنا صفوان بن عمر أن أبا المثنى الأملكي حدثه أنه سمع عطبة بن عبد السلمية وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتل ثلاثة فذكر معناه حثن الحكم بن نافعا حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح ابن عبيد قال كان عطبة يقول عباد خير مني وعباد يقول عباد خير مني سباقني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسنة إن